يا عزام يا عزام شباك هدي حالك عزام مساعد مخرج انت شباك برافو عليك عزام برافو اللوكيشن عجبني كثير ان هذا اللوكيشن اللي خادته بباري اصلا من اول مقرأة النص عفوان عفوان يعني انتو انتو جعيين اللي عنا لهون مشان يعني هيك تصوروا شي للتلفزيون اه طبعا مدى اساعد حاول يشوف البيت وشان بدي يصور عينكم بس اه مين الاستاذ وضل ما عرفته عفوان طبيعي طبيعي انو انتي ما تعرفيني لانو دائما نحنا بهي بهدا بهدا عصر الدراما المتخلفة المماثلين بصيروا فوق 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 والمخرجين امثالنا بظلوا مدفونين وراء الكواليس عفوان منك عفوان عشتين مخت عون ابتعد فيه معقول مخرج بيكون وليد ناصر مخرج الروائع حضرتك الاستاذ وليد ناصر يا عميد انا وسهلا يا عميد انا وسهلا مو انت مخرج بسلسل احلام احلام ضائعة طب امي استاذ لايت وشي يا مدام الله يخليتي لقين امي المسلسل اسمه احلام ضائعة ما في ولا شخصية عندي بالعمل اسمه احلام عزام حكي لي وانتي يا حلو حبيتي المسلسل ما بصراحة يا استاذ المسلسل كله لاعيوه حكي فاضي ما بيشبهنا بنوب حسيته من كوكب تاني يا عزام خصت العمل من كوكب تاني انا قلي سنع نتخضر لهذا العمل بتقلي العمل من كوكب تاني وبلعي باله ضامي هزورت يا عزام بوكن الصباح بالخبر مدير الانتاج لاستاذ عبد المعين يجي يوقع معهن وشان ناخد البيت انت بتخبره انا عملي خبره انت المساعد يا عزام انت مساعد ايه شبهات عصب انا الله يصعب حكي يا مدامك ليش تحكي معهن هاي استاذ ما بحب اللفظ اللازر شو 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 لازر اي كرام اختي مصبوط مصبوط دية بالمية مدام متر ما اتفاق بك رجعاني نصور الصبح مدير الانتاج بيكون عندك اليوم عشان نتفق مع حضرك مالدية بالله ايه 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 شو عالي شو عالي يا عزام يا عزام مدير الانتاج بيكون عندك مدير الانتاج بيكون عندك